القتل تحت التعذيب نهاية الرحلات القصرية في سجون ميليشيات الحوث والمخلوع صالح التي تبتكر كل يوم بل كل لحظة فنونا وألوانا من التعذيب لم يسبق لها مثيل في عالم الجريمة 71 معتقلا ومخفيا لقوا حتفهم حتى اللحظة لا ذنب لهم سوى أنهم أظهروا نشاطهم وأفكارهم التي لا ترغب الميليشيات في سماعها لينتهي الحال بهم إلى الموت والقتل وهو الأسلوب الذي تجيده الميليشيات في التعامل مع معارضها منذ أن ظهرت في عالم اليمنيين في صورة المنقذ لهم من الجحيم نحو عامين والآلاف من المخطوفين والمعتقلين والمخفيين قصرا في سجون الميليشيات يواجهون صنوفا من الانتهاكات دون مراعاة لأحكام القوانين الدولية والإنسانية وحتى القوانين الدينية التي تدين بها تلك الميليشيات في حين يقف المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية موقف المتفرج لا يحرك ساكن انتجاه تلك الانتهاكات وهذا الملف الحساس في جذر الأزمة اليمنية ترفع رابطة أمهات المخطوفين صوتها عاليا منادية ومناشدة أصحاب الضمائر الإنسانية في العالم كله لكن دون جدوى فلم تعد له كلمة مسموعة لدى الميليشيات أو أنه متواطئ بصورة غير معلنة معها لإبقاء ملف المعتقلين ورقة للمناورة والاستخدام السياسي وها هم الأمهات يقفن محتجات أمس أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعها حيث تسيطر الميليشيات وتنفذ قانونها مطالبين بملء حناجرهم بعدم ربط قضية المعتقلين بالقضية السياسية المتقلبة والإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين في سجون الإنقلابيين ورغم التقاعص الذي يظهره المجتمع الدولي إزاء تلك القضية الإنسانية الملحة إلا أن المظاهر الاحتجاجية لأمهات المختطفين والمنظمات الحقوقية في اليمن لم تتوقف عن المناشدات والمطالبات بإنهاء هذا الملف المؤرق والإفراج الفوري عن المعتقلين في كل سجون الميليشيات المقتصبة للسلطة اشتركوا في القناة